تعمل وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المستمر مع هيئة تنظيم سوق العمل والمحافظات الأربع تعمل على تنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمل وتهدف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين لسيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين تقوم وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المستمر مع هيئة تنظيم سوق العمل والمحافظات الأربع في تنفيذ الحملات التفتيشية وزيارة عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمال الوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين لسيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحرين تقوم المديريات الأمنية بالاشتراك والتنسيق والتعاون مع كل من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى جهات أخرى بعمل حملات تفتيشية بشكل دوري على العمال الوافدة وذلك الحد من ظاهرة انتشار العمال السابع العمال السابع أثار سلبية على المجتمع وعلى الحالة الأمنية من الممكنها تقوم بجمع المواد الغذائية المتلفة والغير معروفة المصدر وتقوم بعادة بيحة على المواطنين والمغيمين بالإضافة إلى العمل فيه منشآت صحية وهي غير متوفرة فيها اشترابات الصحة العامة كذلك لها دور فيه ازدياد معدل تسول وتقوم بأعمال دخيل على المجتمع البحريني تقوم إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بحملات تفتيشية متنوعة مجدولة على العمال السائبة والمخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حيث يتم التنسيق الدام بخصوص حملات التفتيش على المخالفين حيث تقوم كل جهة براس مخالفاتها حسب اختصاصها تدعو إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة المخالفين الذين يريدون السفر مراجعة مكتب تسهيل السفر أو التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني www.npra.gov.ph لتصحيح وضاعهم القانونية في المملكة هذا وتحرس وزارة الداخلية متمثلة بالإدارات المعنية على التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعتبر شريكا رئيسا لتقديم أفضل الخدمات لكافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الحفاظ على مقاومات سوق العمل الرئيسية المتمثلة في العدالة والاستمرارية والتنافسية يعد على رأس اهتمامات الحكومة التي تحرص الهيئة على تنفيذها بالتعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء في جميع الجهات الحكومية لا سيما وزارة الداخلية عملنا في إدارة التفتيش العمالي يتمثل في المتابعة والرصد المسبق لسوق العمل ويحقق ذلك من خلال الزيارات التفتيشية اليومية إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة على مختلف المحالة التجارية والمنشآت وأماكن تجمع العمال نعمل في الهيئة بحرص شريد على أن يكون هناك وعي مجتمعي بعدم التعامل مع العمالة المخالفة للقانون لما لها من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد كل هذه الجهود المشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية يشكل حماية للمجتمع ككل والحرص على توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها بالأنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها في مملكة البحرين إلى جانب تفعيل جانب الضبط القانوني من خلال تكثيف حملات التفتيش على العمالة غير النظامية والمخالفة للأنظمة والقوانين ترجمة نانسي قنقر